و لأن الأهلي عامل إنجاز كبير فأخباره بتفرض نفسها دلوقتي والفرحة والهيسة والزيتة والنجاح فردين نفسهم على كل وسائل الإعلام لكن لازم برضو نقول أن الزمالك بيرتب أوراقه سيبكم من الزيتة وناش دعوة بالزيتة إنما الزمالك بيرتب أوراق فنية دلوقتي سرية جدا وفيه شغل بيحصل ومفاوضات الجدة بتحصل مع عدد من اللعيبة المهمة جدا أولا عايز أقولك إن أسوريو المدير الفني مش من المدربين اللي بيبقى عايز عشر لعيبة أو اتناشر لعيبة وخمشار لعيبة والكلام ده خالص يعني هو الراجل بتكلم من خمس لسبع لعيبة فقط في الصفقات الجديدة بالأجانب بالمصرين بكل يعني المهم وفق اتفاقه مع اللاجدة الفنية إنه اللعيبة دي يكون لها شخصيات محددة ومعينة وإمكانيات معينة اللي هادامل بنقوله شخصية الزمالك شخصية الأهلي شخصية الأندية الكبيرة يعني فالتفاقض منحصر بين 4-5 لعيبة هنا في مصر منهم مثلا يعني على سبيل المثال أحمد ميسي بتاعة حد سكنداري أحمد عدل ميسي منهم أحمد عاطف مهاجم فيوتشر منهم مثلا محمود حمادة اللعيب قط نص بتاع فاركو منهم هلال بتاع البنك الأهلي اللي كان في المنتخب وفي حدوتة كده يعني هنجيب تفاصيلها كل دي لعيبة الزمالك مركز فيها لأنها كمان بتفيد أماكن محددة محتاجة للفريق وفق الأفكار الفنية بتاعة أسوريو وكمان هيعتمد على نجوم اللي هيرجعه في محمود علاء بتتكلم في يوسف أوباما اللي هو المفترض بس البند اللي عامل مشكلة وإزعاج للنادي معاه اللي هو البند اللي ياخد أعلى راتب سنوي اللي موجود في عقده فالزمالك عايز يغير البند ده لأن انت النهاردة بتاخد مثلا سي مثلا 10 مليون جنيه في ظروف كتير بتتغير سنة الجاية واللي بعدية فبتنتظر التجديد الجديد واطلب طلباتك لو انت متقلق ومكسر الدنيا لكن مش منطق النادي شايف كده يعني اللي انت تيجي السنة التانية أو التالتة نجيب تلعيم بقيمة أعلى مثلا يعني مفيد أكتر فانت تقول لي سويني به فده البند اللي عامل شوية إزعاج في رجوع يوسف أوباما حيوصله في الاتفاق يعني لكن في الآخر يوسف أوباما أفضل من ناس كتير موجودة أو جد بتتكلم في محمود علاء مدافع دولي حمد علاء بتاع البنك الأهل ما يرجع في نص الملعب لانه كمان بيبني من جديد نص الملعب فانا بكلمكم في أسماء زي حمد علاء يرجع زي دونجا كده كده موجود زي محمود حمادة واحنا بنتكلم زي هلال زي ميسي كل دي لعيبة نص الملعب سواء مهاجمين أو مدافعين وبنتكلم كمان داخل في مرعي الأهل والزمالك عايزين محمود مرعي السردباج بتاع فيوتشر وبنتكلم في عاطف كمهاجم يبقى قوي وسابورت مع سيف الدين الجزيري على مستوى المحترفين الكلام كله منحصر إنه سيف الجزيري موجود مكمل وفيه كلام إنه مجمل كمان اسمه اسمه إيه يا جماعة أنا نسيت اسمه رادي السنغالي ده نداي بريما نداي اللي هو الوينج رايد بتاع اللي بتاع ده إنه هو آه ما يظهرش بالمستوى اللي هو متوقع الجامد جدا لكنه بييجي وسنه صغير وهيجي خلال الفترة الجاية فيه كلام إنه مش هيكمل مسلوسي بالحاج مش هيفعله العرض بتاع شراءه من أسوان إنه سامسون خلاص هيمشي بيصوله الاتفاق معه عشان يمشي من غير حواديد بقى وفيفا والكلام اللي بيوجع الدماغ ده فالزمالك بيبني بهدوء جدا في القصة دي وعندي خبر كمان إنه يعني فيه كلام على مهاجم اتحاد العاصمة وظهر بمساك واجح اتحاد العاصمة على فكرة بطل الكونفدرالية وهو مسته إنه عقده انتهى انتهى بناءة الموسم مع اتحاد العاصمة اللي هو آيمن المحيوس ده وكسب الكونفدرالية مع فريق اتحاد العاصمة والزمالك دلوقتي مقدم له عرض وربما يكون من ضمن نعيب الزمالك خلال الموسم القادم فالزمالك ماشي في السرق دي بشكل قوي جد ترجمة نانسي قنقر